موقف ايه؟ خلينا اقولك برضو بالمناسبة يعني عشان اغلب جماهير الاهلي مركزة مع الاهلي بس لكن لو قلتلك انه الاهلي مبارح هو افضل فريق عمل نتيجة في الجولة التانية في مشوار دور المجموعات على مستوى المجموعات الاربعة فهكون مش ببالغ صحيح كنا نتمنى فوز وصحيح كان في المتناول فوز وصحيح حققنا فوز للأسف معرفناش نحافظ عليه خاصة انه يعني اتحقق في الديا 86 الاهلي ما بيستقبلش الاهلي بس بيسجل في البلاس سعيد لكن في النهاية هي النتيجة الافضل تعالوا نشوف مبارح المتشاط كلها بدون استثناء مفاجئات متشاط مبارح تعالوا خلينا تابع مع حضراتكم الجولة التانية في دور المجموعات مازينبي كسب مامالي دي سانداونز اول خسارة دي سانداونز في البطولة الافريقية في نسختها الجديدة بنتيجة 1-0 جوانين جالكسي مع سينبا اتعدلوا 0-0 دي النتيجة اللي ممكن شوية تكون منطقية وان كان طبعا سينبا خارج الارض لكن في النهاية يعني نتيجة الى حد ما تعتبر منطقية بيرمدز قدام نواذيبو الموريتاني في مفاجأة يمكن تكون الأكبر على مستوى الجولة التانية خسارة بنتيجة 2-0 في الوقت اللي كان نواذيبو بيلعب فيه ناقص تقريبا لمدة شوت كامل ناقص بيلعب 14 لعيب ودي كانت المفاجأة القاسية جدا جدا مبارح على فريق بيرمدز خسارة بنتيجة 2-0 خارج الأرض في موريتاني الأهلي يانج أفريكنز مباراة يانج أفريكنز طبعا نتيجة انتهت 1-1 الوداد الوداد وصيف النسخة الأخيرة بطل النسخة القبل الأخيرة لم يحقق أي فوز في مشوار دور المجموعات وتعرض لتاني هزيمة من أسك ميموزا 1-0 خارج الأرض هو كان خسر قبل كده على أرضه على ملعبه وسط جمهوره من جوانين جالاكسي النجم السحلي التونسي على أرضه وعلى ملعبه خسر أمام بيترو أتليتكو بنتيجة 2-0 إذن نتيجة أيضا أعتقد نامه مفاجأة نجم السحلي واحد من الفرق الكبيرة اللي عندها خبرة في أفريقيا حتى لو كان بلاعب واحدة من القوى الصعادة في قارة أفريقيا فالخسارة على ملعبك وسط جمهورك في تونس صعبة جدا حتى لو كانت أمام بيترو أتليتكو عندنا الهلال السوداني طبعا دي الجولة اللي تلعبت مبارح كان فيه مطشين تلعبه قبل كده الهلال السوداني قدر يرجع للمنافسة وبقوة بعد ما تغلب على الترجي بنتيجة 3-1 واعتقد برضو أنها واحدة من المفاجأات والمفاجأة اللي تخصنا إحنا وتهمنا في مجموعاتنا فوز ميدياما الغاني حديث العهد بالبطولة على فريق شباب لزداد بنتيجة 2-1 طبعا في غانا عشان كده كل التركيز أو كل الأهمية مرتبطة بمباراة يوم الجمعة اللي جاي خد بالك انت لعبت ميدياما على أرضك لعبت يانج أفريكانز خارج الأرض مطش الجمعة اللي جاي مع شباب لزداد هيكون هنا ان شاء الله بإذن الله في مصر غالبا هيكون على ملعب برج العرب عشان كده التركيز بشكل كبير جدا على وصول نقطة 7 التعادل بتاع مبارح ضمن للأهل الصدرة وده في حد ذاته واحد من الإجابيات لكن الكلام على المطش اللي جاي وعلى حسابات المجموعة اللي تعقدت بشكل كبير لنا كلام كتير فيه